حياة أنا تابعت بودكاست للدكتور فيصل قاسم مع الإعلامي مع شعيب حبيت نوع على شي جدا مهم كنت أتمنى أن المحاور مع الدكتور فيصل وهو الأمر متجرد من عنصرية إنما كان يوجد إضافة لو كان المحاور مع الدكتور فيصل أو لو اختار الدكتور فيصل يدلي بهذا الدلو من شهادته مع ابن بيئته أعتقد كان فيه إغناه وإثراء أكبر بكتير من أنه تكون مع الأستاذ شعيب وهو ليس بإنقاص من قيمة الأستاذ شعيب لكن فيه نقطة جوهرية مفقودة في هذا الحوار اللي هو منشوف أنه دكتور فيصل لم يسل إلى ما هو عليه لو ما كانت معاناة شديدة ومن عتاول الضيوف اللي كانوا معه الأقوياء فقط هم أبناء محنة ومعاناة والآن هو اعترف بعضمة الإنسان الدكتور فيصل أنه لم يعد هناك ضيوف من العيارة الثقيل لما كان يستضيفهم بالتسعينات وبداية الألفين وأكثرية ترحم عليهم أو في منهم موجودين في المعتقل لذلك أعتقد من أمثال الأخونا شعيب وشعيب راشد اللي هو أكاديمي إعلامي وهو بنفس الوقت ناشط كويتي ومقدم مرامج رح يظل الأكاديمي الخليجي لا يستطيع أنه يجاري أي أكاديمي صاحب محنة يفقد هذا التمييز لذلك نحن نرى الآن تدمير بلاد الشام هو أدى إلى تدمير نخب حقيقية ونوات إلى أكاديمي حقيقيين فقدهم الوطن العربي ولا يستطيع الآن ما احترامنا الكامل لأكاديمي الخليج لا يستطيعون أنه يقدموا الشيء اللي قدموا أصحاب التجربة والمحن رح يظل عندهم هذا الشرخ الكبير يعني الدكتور فيصل عنده هذا الخطاب الشعبوي الموجة الشعبوية كانت هي تنقله من مكان إلى آخر باعتراف منه نتمنى أنه ترجع بلاد الشام حاضرة حتى يكون عندها مفرزات إيجابية ولا يقع العاتق على أخوتنا في الخليج لنقل هذه المعاناة دون إدراكهم شو هو حجم هذه المعاناة وكيف يستطيعون أنه يخرجوا من هذه المعاناة بعلم وتجربة عظيمة جداً يستطيعوا أنه يغنوا فيها سيفيتون على الأقل حلقة جميلة كانت إضاءات جميلة على أبن بلدنا الدكتور فيصل لكن كنا نتمنى لو يكون المحاورة العلوم مننا وفينا ولليمتنا ضلوا بخير